حبائي هؤلاء التلاميذ واجهوا أشد العزبات خلينا أقول أندراوس صلب بشكل أكس في اليونان يهوذة لباوس ضرب بالقوس بسهام متياس اللي أخذ مكان يهوذة الإسخريوتي رجم ثم قطع رأسه فليبوس شنق في اليونان توما تم طعنه بالرماح في الهند يعقوب أول رسول اللي قطع رأسه هيرودوس أغرباس في أعمال 12 يعقوب بن حلفة ألقي من الهيكل بطرس الرسول صلب بالمعكوس منكس الرأس متى قتل بالسيف بارتلوماوس اللي هو ناثنائيل صلبة وهنا عم بيصلبوا فيه كانوا بيسلخوا جلده بيسلخوا جلده وهو بعده على قيد الحياة إن دم الشهداء هي بزرة الكنيسة يحنى الحبيب حطوه في الزيت المغلي وعاش لأن الرب وعد إنه مايموتش لكن برضو صبية إلى جزيرة بطمس اختارهم حتى يكونوا معاه مش بس هني استفانوس رجم بولس قطع رأسه لوقة قتل الرسول مرقص كمان أيضا قتل لما بتقرأ تاريخ الكنيسة كم من التلاميذ اللي قتلوا من أجل يسوع المسيح لم يأخذوا شيء معاهم بس المسيح كان معهم حاضر معهم بحضوره بسلطانه بقدرته كان يسدد احتياجاتهم مثل ما ذكرت ما كانش في طمع ما كانش في اغتيالات ما كانش في سيف ما كانش في غزوات ما كانش في عنف كان يروحوا كانوا يقتلوا من أجل المسيح لكن غيروا العالم القديم بأقل من 25 سنة أعطاهم سلطان مخول سلطان إليه على الأرواح الشريرة وعلى المرض هؤلاء هم تلاميذ المسيح باختصار شديد